موسيقى ديال هاد الكوفيد تسعة عشر على الصعيد العالمي وعلى الصعيد المغلبي العالم يعرف هاد الوباء الذي ظهرهم في أواخر الفين وتسعة عشر وهاد الوباء اللي كانت تعدون عكاسات كبيرة على السحة المواطنين واللي عنده كانت عنده وحد القدرة السلبية بأنه كتكون نسبة الإيمات الكبيرة كبيرة في جميع دول العالم وإن كانت النسبة في المغرب تبقى منخفضة شيئا ما إذا منقررنا ولكن كانت له نعكاسات اجتماعية واقتصادية وكذلك بسيكولوجيا على حياة المواطنين اللي خلت أن العالم في مرحلة صدمة لعندها تأثيرات ستكون وخيمة على جميع العصيدة في جميع دول المغرب فتوى من من ضمن الدول هاد الجائحة باش نواجهوها كنواجهوها بوسائل الاحتياطية تباعد الجسادي غسل اليدين كل مرة ما أمكان وكذلك وضع الكمامة وكان هناك الحجر الصحي وهذا الحجر الصحي تواعدون عكاسات لا يوجد لحد الآن أي دواء فعال معتمد علميا لحد الآن هناك استشفاء هناك بعض الأدوية اللي كتخلينا والمراقبة الطبية لاسقة اللي كتخلينا نسكي الدواء ولكن ما كيش دواء فعال لحد الآن لم يكتشف كين بعد البحوث سارية أشنو ظهر ظهر لنا دبا اللقاح هنا في غادي نجيو اللقاح هاد اللقاح لحد الآن بدو التجارب وبدو العمل في المختبرات منذ جنوبي 2020 وتسرعت كان هناك تسارع في العرحات اللي جعلت أن في هذا الأواخير من شهر أكتوبر نوفوبر لقينا أن بزاف ديال اللقاحات الآن موجودة هي في مرحلة تجارب السريرية في المرحلة التالتة كينين حداش لحد الآن وكين مية وربعين اللقاح اللي قلسك تطور ولكن حداش بوصلوا للمرحلة متقدمة وهناك تسابق مينيك نقول متقدمة شنو المعنى متقدمة أنها دست المرحلة الأولى ديالتجربة في المختبر دست على الحيوان وده بدزنا للمرحلة الثالثة في المرحلة السريرية كنجربوها كنعطيوها للإنسان وكانت تجارب على الإنسان وهالتجارب بيينت أن أن ذاك اللقاح من اللي كنعطيوهم كيخلق مضادات لهذه الفيروس وأن كيخلق احتوح داكرة في الخلايا ديالجسم ديال المناعة اللي كتخلي الإنسان إلى غدى تلقع وتلقع بالفيروس الفيروس ما غادش ما غادش يدرموه هذي الآن من البوادر العلمية اللي ظهرت واللي ظهرتها الإنسانية بطرف تمارية أشهر هذا إيجابي والتجارب الآن اللي ما زال مستمرة في جميع الدول العالم بيينت أن هناك إيجابيات لهذا الدول وأن لهذا اللقاح هذا اللقاح واللي غادي خلينا يكون عندنا واحد غادي نكين الآمال بأن غادي هذي الفيروس غنحده من الإيمات دياله من المرضية دياله ويمكن إذا تلقحنا تكون ساكينة كتير نسبة كبيرة مورقحة ما غادش يبقى ما تشك وإحنا دكتور أمام 11 نوع اللقاحات يعني شنو اللي كي يجعل هذي اللقاح أولي من هذي اللقاح أنا غني غني نشرح لك دبا كين شنه المختبرات والدول اللي دبا حيث كين نظريات المؤامرة كتدخل لنا باش نكملوا الجواب المشكل اللي كين هو الدول الكبرى اللي عندها مختبرات بيوتقنية كبيرة هي اللي استطعت لحد الآن وكذلك بالاستثمار بالمال لأنك يطلب استثمار كبير ورأينا كيفش كانت أوروبا أنها خصت تسهم مع جميع المصانيع والمختبرات في أوروبا شنه أمريكا كيفش كان الرئيس ترومب كيفش استقبل منصف السلاوي وآخرين باش يطوروا اللقاح وشنه اللقاح اللي كان في سوريا واللي كان الرئيس دي بوتين وابراسو كي حد على ذاك اللقاح وعطاحت البنته وكان الصين الصين دبا الصين اللي ما يشوفون الصين كي يقولك الصين يمكن هذك الفاكسا ما مزيان شاي لأنه سيصنعوه الشنواء وأن الشنواء كننسو أن الصين أصبحت متقدمة جدا جدا على الصعيد التقني على الصعيد الاقتصادي وكذلك على الصعيد العلمي المختبرات اللي كان في فيوان دبا في الصين كين ثلاثة ولا ربعة المختبرات اللي بهدك القد في العالم كامل دبا ما كين شي كتير بزا والصينيين أصبحوا متقدمين جدا علميين وهذا الفيروس اللي دار هذا اللقاح اللي دار دبا علش كي اعتمد كي اعتمد على واحد تقنية قديمة اللي كنعرفوها في اللقاحات وانتاج واحد اللقاح من الفيروس هذك الفيروس كندخلوه للمختبر وكن نعملو عليه وكن نحيدو بزاف ديال المفعولية ديالو باش ما يبقاش يضر الانسان ولكن كتبقى فيه الجينات ديال الفيروس اللي كيسبب المراد كنحافظو على الجينات ولكن كنحدو بالطريقة المختبرات كنحدو من المفعولية المرادية ديالو دوك سيسكون أبل باللغة الفرنسية هذي تقنية هي تقنية الأقدم في العالم اللي كندلو بيع الفيروس ديال الفاكسين ديال لغريب وليفاكسين أخرين الصين كندل هاد هاد تقنية ديال ومتحكمة فيها وكينين لحد الان جوج ديال المختبر الكبير كين سينوفارما اللي في المغرب وكين سينوفاك اللي كيتجرب في الإمارات وفي البريزيل واجحنا في اللقاح الصيني أمام أنواع أو لا لا نوع واحد الاتفاق ليدار المغرب دار معاني لا ولكن الصين عندها اللقاح متطورة ومازال عندك لأنها كان بزمد المختبرات المختبرات اللي كيخدموا على هات القادية مش غير مختبر واحد سينوفارم متقدم جدا سينوفاك متقدم والاخرين جيين وكين هاد 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 الفاكسان ديال 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 الصين متقدم في التجارب ديالو ومتقدم في العكاسات الإيجابية ديالو وكي تجرب هاد بغاد يكون على أكثر من خمسين ألف تجاربة سليلية على خمسين ألف للأفراد ودر حتى في المغرب لأن الاتفاق اللي كان بالمغرب أن تكون تجارب سليلية لأن أي مختبر يخصويد تجارب سليلية في الصين وخصويد في أوروبا وخصويد في أفريقيا لأن هناك تنوع جيني ديال الإنسان يكون عدوا مفعول نفس المفعول في الصين في أمريكا في أوروبا ولكن كتكون البروفيلات محددة لإجراء على هاد التجارب هذه أولا عشوائية كتكون البروفيل ديال ديال تجارب كتكون محددة ومنضبطة لأخلاقيات الطيب والباحث العلمي ما كنديروش الدريس صور غديروها غديروها ناس في الأول غديروها الناس اللي عندهم صحة جيدة وغدين من بعد تاني كمشولدوك الناس اللي كتكون عندهم بعض الأمراض مزمنة وما زال بقي ما درناهم شالناس اللي عندهم تقدم في السن خمسة وستين سنة وممد هاته كيدوز هذه مراحل كدوز هاته المراحل كدوز ما كنديروش دريس الأطفال تحت 18 رعا ما كنديروش التجاريب ديالهم كنديروهم على الناس اللي عاديين صحة ديالهم زيان ومن بعد كندقون ندرجو وكننقود عمليا دكتور مني كنت تكلمو على تجربة على إنسان عادي واشه هو عادي درنا له اللقاح كيفاش غاد نقول بأنه رفعلا تم تحصينه من الكوفيد كيفاش كنت تم هذه التجربة السريرية هاد التجربة السريرية هو كما قلت لك كيدوز من مراحل المخصبار وكيدوز الحيوان كنشوفوا الحيوانات اللي عندهم اللي عندهم اللي عندهم اللي عندهم الخلايا ديال اقرب للإنسان كيل القارد كيل البو كيل بزابت في الطيب التجريبي كين بزابت الحيوانات اللي كمشي اللي قرب لإنسان في الجينات ديال وكان كاللاحظهم واش كيموتوا وما كيموتوا واش كتكون عندهم أعراض وما كنرد هاد المرحلة كالتيام قنى عند ضوابط ديال و الصينيين نشروا علمين هاد الأبحاث الأولية في البحث في الأول وفي التالي ركينين نشرين علميا هاد كندوزل الإنسان من كندوزل الإنسان كنعرفوا أننا مكينش بزاف المخاطر وما اللي كنشو الإنسان الإنسان عنده واحد كوين بيولوجي آخر كنشوفوا ردت الفعل دياله أشنو اللي خلصنا يكون هدنا خلصنا ندير اللي شنعرفوا أن هادا اللي قا حدو دار لنا واحد تمنيع واحد تحصين باش كنشدو وكنديروا حد تقييم المدادات ديال ضد الفيروس اللي بالمختبر كنعرفوهم كنديروا لزيمينو جلوبيلين هادوك المدادات كنعرفين وكنشوفوا أشنو كي الإنسان الجسم دياله أشكي فرز من ديال المدادات وكنش حال بهم وش حال لسوي ديالهم شحال الدرجة ديالهم اللي كتكون واش هادوك المدادات كيحيدوا لنادك الفيروس تدرينادك الفيروس وسطهم كيموت هادو هادو باش كرعرفوها وهادو تقنيا كتصوب في المختبرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر